موسيقى الحجمة نيحية رئيس المنظمة التوجهة الأحربي طانجة أنا ساقط الخبار بهذا السيدة وأثر علينا كثيرا لأنه بعدها يجذب الأنظار الجميع ويجذب الأنظار الجميع على أساس أنه فيه مراضي يمكن أن شفاء الله وعافاه وشفنا أنه السيدة والوليدة والصغر ويجمع المصاريف ويجمع المصاريف ويجمع المصاريف والطمير المستغللب بالتقربة وكذلك سعيد مما يحاولوا تضير ب records Logzwik سعيد لكي نكرره على أن يخصوا مادة للطبيب والأدوية والإنسان يشعر أنه باقي الناس الذين يعطفوا على هذه الشريحة وكذلك لا ننسوا على أن كثير من هذه الناس وكذلك لا يخرجوا شيء يبنع حتى يموت ببطء لأن الناس يتعامل مع هذا نحن مسلمين مع بعض النقص نحن ندير هذه الباديرات في هذا لكي نقضوه في الوقت وشكرا السلام عليكم معكم محمد بوسليم من مدينة الطنجة وبالضبط حي العوامة اليوم أنا على موعد مع مبادرة مع اللي شفتها في فيسبوك تبرتاجت من طرف الصديق دينا أيوب جباري صراحة الله شفت الفيديو الأخ عبد الرحمن اللي حسبته واحد من خوتي والأخي كاملين تعطفنا مع الفيديو واليوم نحن نلبيوا هذه المبادرة والنداء عبد الرحمن ونكونوا في جنبه ونوقفهم في الصف للصديق دينا عبد الرحمن والأبد أهم حاجة ما كراتش صراحة الله ما كراتش أنه ما يكونوا هذا أول نهار و أخر نهار نجيو عند صديق دينا عبد الرحمن لأنها مبادرة تستمر على طول السلام عليكم معكم سليمان فارج رأي جمعيات باقي الخير كانت تواجدت باقي الموظفين لدراري أخوان عيوب جباري وصدام مرابط عملوا هذه مبادرة تسخروا معدد باقي لأنه يعاني مرض مزمين والابن خلت دراسة ويقابل باقي لكي يصرفوا على الدار أما المرض أنتم لا تعرفوا لا يستطيعون أن يصرفوا حاولنا كأداء جمعية لدينا مبلغ خمسة ألف درهم إن شاء الله نتسخرها كاملة ونحاول نعمل بها الأعمال الخيرية رسالة للسكينة مدينة طنجا يأتي وتسخروا معدده وليس لا يمكن أن يأتي تسخر معدده يعطيه باركة من الزوجة حيث هذا المرطة خائب وصراحة يحتاج بالزفد فلس كان أعرف العائلة كانوا بالأملك ونحاولون ونحاولون العائلة ونحاولون العائلة لذلك نطلبهم السكينة مدينة طنجا ونحاولون العائلات تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد